ليست بنايات عشوائية وإنما أحياء وكالة عدل في المدينة الجديدة سيدي عبدالله المستفيدون هنا يعددون جملة من المشاكل لا حصر لها السحاب الفياردي لم يقدروا يخدموا ومن بعد ذلك نحن لا نسحق السكن التاعي قبل الدخول المدرسي الجاي ما نسكن سكنتنا؟ بدون كهرباء عندنا جارية هنا في الطابق الأول فوت رمضان كامل هنا بالقروب الإلكتروجين احترام المعايير التقنية عدم احترام للمعايير الفينية للإنجاز بدون حديث ولا حرج تسليم المفاتيح مع عدم توفير أبسط الشروط للعيش لا طرق معبدة ولا كهرباء أو ماء وإنشغالات أخرى يرويها السكان بعتنا لهم رسالة عن طريق محضر قضائي ما حبوش يشدوها بعتونا المواقع الإنجازتها كان صيفر بالمئة زيرو بورسان الافنسمن الناس اللي ساكنة بدون كهرباء يحليلها دخلة ديارها ما عندها شوين تروح اليوم الكاراء الموقع تعنا هذا يشكل خاطر كبير على حياتنا سكان حي أسلان يعانون في صمت في انتظار التفاتة من المسؤولين لرد الاعتبار إليهم